أحمد الله وبركاته قلت أدب وغل شبير يفتح النار ضد جمهور الزمالك علقوا أحمد شبير عن إصابة إمام عشور خلال المواجهة التي جمعت بين فريق القرى الأول بالنادي الأهلي أمام نظيره نادي الإسماعيلي في بطولة الدوري المصري الممتاز وتعرض إمام عشور أثناء مشاركته مع النادي الأهلي أمام الإسماعيلي بكد ما في أسفل الساق وقل شبير في تصريحات إزاعية له في الوقت الحالي لما بيحصل عندنا بقى أن حد بيتصاب وأصد بالتحديد مثلا إمام عشور واللعب كان متخوف إمبارح لما جات له الإصابة فالولد أعضي عية خايف أن رجله يكون فيها حية وتابع شبير حديثه فجأت الحقيقة بحاجتين وللأسف أسوأ من بعض الأول تتمثل في إدعاء إصابة إمام عشور بقطهم في الرباط الصليبي والتانية تتمثل في حالة كسر في رجله ماشي هنقولها تحت بند الاجتهاد وأضاف الأمر الأكثر سوءا بقى أن هناك دعوات ضد إمام عشور أما راح الأهليل في الزمالك راح في أي حدى ما خلاص فيه يا جماعة اللي حصل لنا بجد والله أنا مستغرب جدا إيه كمية الغل اللي موجودة عند البعض دي وأوضح أن هناك بعض الغل بيقولولك أصلي ده تحفيل ده ملوش علاقة بالتحفيل ولكن دي اللي تأدب على طول كده بوضوح هي ملهاش حل غير أن دي اللي تأدب وذلك بسبب دعوة البعض على حد طيب تخيل لا قدر الله لو أن هذا الأمر حصل لابنك أو حد عزيز عليك أنا مزهول بجد وكان أحمد جبلة طبيب النادي الأهلي قد كشف في الساعات الماضية عن تفاصيل إصابة اللعب إمام عشور نجم وسط القلعة الحمراء مؤكدا أنه تعرض لكادمة ووجه الإعلامي شبير أن المنتخب السابق رسالة غاضبة للجماهير عقب التعليقات المسيئة من البعض عقب إصابة إمام عشور وأكد في تصرحاته أنه صدم من تعليقات البعض عقب الإصابة وضف أن البعض يرد الدعوات مسيئة على الله مثلا الإله تنامت أوم ويا رب صليبي قائلا إيه كم الغل وقلة الأدب دي وتابع أن الشعب المصري تحكمه أخلاقيات تمنعه من القيام بمثل تلك الأفعال المشينة فإحنا بنرد على الأخ شبير أن فعلا الشعب المصري تحكمه أخلاقيات بس مين اللي عمل التعصب والعنصرية أنتو يا إعلاميين اللي أصلا مش إعلاميين قلولي مين فيكو واحد كلية إعلام علشان يبقى أقسم ميساق الشرف لأن الإعلام ده كلمة شرف الكلمة اللي بتطلعها من بقك دي بتهدم مجتمع أو بتبني مجتمع أنت كل كلامك بيهدم المجتمع أحمد شبير اللي بيهاجم جمهوري الزمالك المحترم بإسلوب لا يقبله أحد على الإطلاق إعلامي إذا كان إعلامي ليس محايد أبدا ده مطبلاتي بس معناش أحمد شبير بينتقد جمهوري الأهلي لما شتم شيكبالة ألفظ عنصرية عمره منتقد جمهوري الأهلي وهو بيجتم المصري وكانوا سبب في المصيبة اللي حصلت في بورسعيد أحمد شبير اللي يدينا درس أو يعلمنا مش هو ده نتكلم إزاي لأنه غير صادق وضد الزمالك على خط مستقيم شبير عامل برامج في التلفزيون وفي الإزاعة عامل لها مساحة مخصوص لنادي الزمالك واللي بيحصل في مال نادي الزمالك وجمهور نادي الزمالك ومسؤولين نادي الزمالك ومدربين نادي الزمالك أنت إيه تكمل غير اللي عندك ده ما تخليك في النادي بتاعك أنت عمرك ما تكلمت كلمة في النادي بتاعك فحق لما حسنش حادثة بالدين وضرب بالقلم ما اسمعناش صوتك يعني لما جمهوري الأهلي بيغلط مش بتكلم ولا كلمة لسانك ساعتها إيه بيأكلوا القطة ولا إيه إتنا مش عارفين لما جمهور شتام شكبالة طلع اللي علينا يقول لنا شبير إنش كبالة ما يردش لأن الجمهور ما يقدرش يسيطر عليه ولا اللومه حتى لو الجمهور عنده انصرية عايزين نعرف يا شبير الجمهور حرف مشاعره ولا لأ ما انت ما تباش بوشين ولا مش حرف مشاعره قلنا يا كابتن لما تشتم شكبالة في الزمالك لما شتمتوه جمهوري الأهلي طلعت قلت حاجة نادب جمهور وإدارة ما شاء الله وانت بتتكلم عن القيم والمبادئ وشايف كل اللي بيحصل عندك وما بتنطقش ولا كلمة ولا بتقول غير أمين أمين يطلعوا يطلعوا بيان تقول أمين بيان غلط أمين الجمهور يشتم أمين مفيش ولكن انكم شايفين مش عارفين احنا ايه اللي بيحصل ده مش عارفين الوقت اللي انت بتديه ومضيعه في أخبار ناد الزمالك وانتقادك لجمهور ناد الزمالك وودانك اللي حطتها دايما على أخبار ناد الزمالك لو الأعلام محترم يرد على الأعلام الفاضح بأشكاله كنت ما بتردش على حد يا أخي رد على الأعلام اللي بتنتقد الجمهور بتاع الزمالك اللي المفروض بتقول ما حدش بيسيطر عليه انتقد الليجانة الإلكترونية بتاعتك اللي في الأندية اللي بتحارب بشراسة وبكل كد الأندية التانية انتقد إلا أكاذب يا أخي وتصرحات الفجة اللي بتدعو للتعصب والعنصرية لكن انت لا تجرؤ انك تعمل كده زي ما بتنتقد الجمهور انتقد الباقي عشان الناس تحترمك يا أخي لكن انت بكل أسف ما فيش عندك أي مهنية كلامك كده بيسبب تعصب بين الناس وبين الجمهور انت اللي بتعمل التعصب والعنصرية انت مش واخد بالك انت غير محايد لا تستحق أن تكون أعلامي رياضي لأنك بتنشر التعصب انت سبب مشاكل بين الإسماعيل والأهلي لما الإسماعيل يطلع بيان ضد التحكيم سياتك بتطلع تهاجمه بكل قوة أي نادي تاني يطلع بيان ضد التحكيم بتطلع تهاجمه بكل قوة لكن لما الأهلي يطلع بيان ضد التحكيم سياتك بتطلع تطبل وتؤيده طريقتك دي كراهة النوادي كراهة العالم كله في النادي بتاعك حد يقوله يا أخوانا دعيب يا بابا ما يصحش كده أنا مش عارفة مين اللي علمك الأعلام ده مين اللي غالوش عن النشيد الوطني يا شبير ما طلقتش قلت عيب ليه ما هو الجمهور بتاعك مين اللي شتم الداخلية والجيش الجمهور بتاعك طلعت وقلت مرة عيب يا رجل عيب عليك فين أجهز الدولة اللي بيحصل ده انت كده بتعمل فتنة وتعصب بين الجمهور في الدولة الدولة هتسكت لغاية امتى مش عايزين اللي حصل قبل كده في بورس عيد يتكرر بين الجمهور بتشحنوهم بتعصب ليه عايزين منهم ايه دول شباب وانتوا عارفين ان الشباب صعب جدا ان نسيطر عليه يبقى ليه بتعمله كده لما شتمته شيكابالا بقى ابوه وامه وبلونه وبزوجته وشككته في نسبه طلعت اتكلمت كلمة لا عايب شيكابالا ما يردش الجمهور ما نقدرش نتحكم فيه لكن لما الجمهور يقول ان امام عشور بيتدعي الاصابة عشان ما يدخلش المتدخب الدنيا خربت دي تبقى قلة ادب من الاخر لا ومن الاخر دي اسمها قلة ادب انت تعرف الادب وقلة الادب مين اللي عمد لخلات موسيقى لرموز في الدولة اترتبت داخل النادي الاهلي باعترافك انت يا راجل طالع الراجل طالع على رجله مصب كادمة وخلاص الناس كلها عارفة ان الاصابة خفيفة انت عامل برنامج مخصوص للزمالك والجمهور الزمالك دلوقت افتقرت الحلال والحرام حرام عليكم حرام عليكم انت بتشحن امام عشور ضد جمهور النادي الزمالك ليه ليه بتكره كل حد في نادي الزمالك محدش يقدر يقره الجمهور نادي الزمالك ولا نادي الزمالك لان الكل عارف مين نادي الزمالك في العالم كله روح في اي دولة هيقولولك هنا المشجعين بتوع الزمالك بس الاعلام في الدول العربية بيردوا عليكم ويفضحوكم فوقوا بقى فوقوا فوقوا وعملوا حاجة لأخرتكم وفوق يا بلد المسؤولين يفوقوا من اللي بيحصل لما لا يعلميين ليس لهم أي صلة بالإعلام أصلا وليس عندهم أي مهنية أو حادية مسكن إزاعة وتلفزيون ومجلس شعب وشباب بتسمعهم ليل نهار وبينشروا الفتنة والتعاصب والرزيلة منتظرين إيه؟ منتظرين إيه؟ الحق الدنيا الحق الشباب دي اللي كل يوم بيشحنوها مش عارفين عايزين منها إيه وقبل كده المستشار مرتضى منصور قال لكم أنا بديكم اللمبة الحمرة دي لمبة حمرة لإني خايف على البلد لما يبقى واحد زي علق صادق ليل نهار بيهدم في دولتنا وبيشتم علينا وعلى القيادات بتاعتنا وبيمجد في الأهل وفي الخطيب وما فيش حد بيطلع يقول عيب ده مش بيتكلم باسم النادي الأهلي يبقى ده اسمه إيه؟ فين الأجيزة بتاعت الدولة؟ موش سامعين؟ في كل مكان علق صادق في كل مكان بيدعو للتعصر وفي كل مكان بيدعو ضد الدولة بتاعتنا والأهلي مبسوطه وبيطبل وفرحان والأخ شبير اللي زعلان وبيقولك ما شفناش كده ده كده اسمه إلة أدب مطلعتش ليه قلت على صادق إلة أدب ده في منتهى إلة الأدب لكن إنت لا تجرؤ إنك تقول كده بنقولي الدولة فوقي بنقولي أجهزة الدولة خلي بالكم من الأعلام اللي بيساعد شبابنا على الفتنة والتعصر خلي بالكم خلي بالكم ده إنذار اللي بيحصل ده خطر علينا تحية كبيرة لنادي الزمالك أعظم نادي في الكون النادي الملكي النادي المحترم بجمهوره تحية كبيرة للجمهور المحترم اللي عمره ما غلط في حد تحية كبيرة للإعلام الزمالكاوي المحترم اللي عمره ما غلط لحب فحد تحية كبيرة لكل واحد في الزمالك من أكبر واحد لأصغر واحد تحية كبيرة لنادي الزمالك النادي الملكي نادي القرن الحقيقي نادي البطولات اللي بجد مش النادي المزيف اللي قاعدين نخدمه كل المنظومة في مصر بتخدمه تحية كبيرة لنادي الملكي أعظم نادي في الكون لنادي الملكي